موسيقى قلت لازم اعالج بقى الحتة دي وفعلا مع شوية انحطاط وشوية عادت زل في نفسي وعادت حقر من شأني نفسي كده لغاية الحمد لله الحمد لله الحمد لله الغرور راح مني خالص وبقيت متواضع جدا 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 للحمد لله لدرجة ان انا بقاش فيها ولا عيب الحمد لله والحاجة التانية ان انا لاقيم شفت اللو لاقيم جدا وخبيس داعي من العيوب وكذاب جلي وقت كده كنت بحب التأليف جدا وماعد اكزب 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 لاعرفش ليه اي كحبي في الحكاية دي ؟ بس هي الحكاية حلوة حلوك كسب حلو واقود اكزب وقلف كده على الهوى وطول ما انا شغاك فالحقيقة روحت للدكتور فقعدني طبعا على الشوزلونج لما لوش اي لازمة ده وقعد يسأل اسئلة ما لهش اي علاقة الى هو الاول قبل ما يعمل التشخيص بتاع الحالة واسمك ايه؟ وسنك قد ايه و ايه مشكلتك و كده فالمهم قلت ايه مشكلتك ايه باجزب طول الوقت و مش عارف اتخلص من الحكاية دي خالص كتب لي مرها مدهنه على زوري هنا كده ثلاث مرات في اليوم و قال لي استمر عليه مدة اسبوعين فالمهم لقيت الدواء ده جاب نتيجة و فعلا بتدى الكزب يروح مني فعلا شوية بشوية لغاية الحمد لله ما بقيتش اقولكو على حاجة انا اصلا ولا روحت الدكتور ولا حاجة انا اصلا كل اللي قلتلكو ده كزب بكل الصفات اللي انا قلتها دي كلها كزب انا بستغرب جدا على ناس يقول لها كعيب ان انا طيب و ايه بقف قدامه واحد تاني فيقول له اه يا اخي ده عسنوها طيب برضو زيه و ان الحكاية دي تعباهم قوي فانت تلاقي نفسك لا تملك غير انك تقولهم هما الاتنين طيب فالحمد لله ان انا مفيها شعيب خالص خالص في حاجة تانية مهمة جدا العصبية انا الحقيقة مش عصبي مش عصبي لدرجة البرود فدي انا بشوفها برضو ميزة ميزة كويسة لأ هي نفس النظار اه هي دي اللي اصارت بها مرة فاتحة يا عم هي لأ هي مش تل انت دي انت جايبها اطب انا قلتلك هاتها من الدرج انا اقلتلك يا عم و احنا جايين على هنا قلتلك هاتها من الدرج جاية انا قلتلك و هتوقت تبصيلي على اساس ان انا مقلتلكش والناس دلوقتي تقول علينا ايه ما اقفين التصوير ده حاجة ايه يا اخي نعم ايه والتاك هاتل النظارة انا ايه لك قبل ما نيجي هنا اما انا ايه لك هاتل النظارة دي خمس مرة تعمل مكفى الناس قاعدة بقى لها ثلاث ساعات لا بجد مش هزاء ده ايه اللي اعرف ده الله نصور بديه بقى جماعة اه العصبي فانا مش عصبي يعني الناس بتقول علي علي ان انا بارد طب ممكن بس ثانية واحدة بس عشان في حاجة مضايقية انا هعملها بس دية واحدة راجل ده بس كمام صالك تأخيني لا لا ده انا كنت في الحمال واحد صاحبي اسمه حمادة حمادة ده شخص لطيف جدا كده وهادي وابتاع وكانين في حتة كده الواحد وابتاع بس هو اصلا عصبي ومراته عارفة كده بس بتحاول تتحاشى فالمهم في موقف كده كنت انا حضره اه 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 الست مراته دي بتقول له بقولك ايه حمادة لو سمحت انت سبتلي فلوس العزومة ولا لا فقال لها قصب تلك 500 جنيه عالكم دي نجو فبصت له كده فقال لها ايه في ايه بقولك ايه واضح ان المبلغ مش عاجبك بقى انا مش هتعصب وحفظ لكده هادي فارجوك ما تدايقنيش لانك انت لما بتدايقيني انا بخرج عن شعوري وما بدراش بنفسي وبعدين هتبتدي تعلي صوتك فههعلي صوتي حمدي ايدي وعلي ايه روحي وانت طالق وراح مطلق حمادة الست يعني شفت انا عملت الراجل ازاي بمطلق يدوه ده ايه العرف ده الله فانا من النوع لم بحبش العصبين خلص حمادة ده انا اعطاعة على قطبي لانا خفتت ايدي ها 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 ها